أنهت وزارة التربية والتعليم جميع الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد غدا وفقا للخريطة الزمنية المعلنة للعام الدراسي 2024-2025 ومن المقارر أن تنطلق الدراسة غدا في عدد من المحافظات على أن تستكمل الأحد في جميع محافظات الجمهورية حسب خطة كل إدارة تعليمية في خفض الكثافة الطلبية وأكد وزير التعليم محمد عبداللطيف أن خطة تقليل الكثافات أسفرت عن استحداث 98 ألف فصل جديد مشيرا إلى وجود 500 فصل دراسي في قرى حياة كريمة تم توفيرها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لزيادة نسبة الإتاحة بمرحلة رياض الأطفال وأضاف الوزير أنه سيتم إتاحة منصة تعليمية رقمية تقدم محتوى تعليميا شاملا خلال الفترة المقبلة